أن تمنع الماء والكهرباء والوقود عن مستشفى فأنت ترتكب جريمة حرب أن تحول هذه المستشفى أو القطاع الصحي في مكان ما لساحة حرب فهي جريمة حرب أبشع من الجريمة الأولى أما أن تتحدث عن إخلاء مستشفى به مصابين ولاجئين فأنت تتحدث عن جريمة حرب مكتملة الأركان وتخطيط كل الخطوط الحمراء المتعلقة بالقانون الدولي والإنساني النهاردة آخر أخبار وصلتنا عن مستشفى الشفاء في غزة أنه بيتم إخلاءها تحت الرصاص مئات المرضى بيوجه الموت في الشوارع وتوقف المستشفى عن العمل ربما لو حضراتكم تابعتوا بعض الصور والفيديوهات اللي بتوصلنا من مستشفى مجمع الشفاء الطبي أكبر مجمع طبي على مستوى غزة تم تأسيسه سنة 1946 خلي بالكم حضراتكم من التاريخ ده 1946 كان تاريخ إنشاء وتأسيس مجمع الشفاء الطبي وهو أكبر مجمع طبي أو مستشفى موجودة في غزة تابعنا من كام يوم من أيام طويلة اللي بيحصل سواء استهداف المستشفى من أول منع المية والوقود والكهرباء وقطع الاتصالات وعانينا كلنا مع أهلنا في غزة من مثل هذه الأمور لكن من كام يوم تحول الموضوع لأبشع إن احنا شفنا المستشفى ومجمع الشفاء الطبي بيحاصر بالكامل وبيتم التعامل مع كل من يحاول الخروج من هذه المستشفى ومن هذا المجمع التعامل بالرصاص الحي يعني اللاجئ داخل المستشفى المصاب الحالات الحارجة ممنوع تماما إن هي تتحرك من المستشفى وبناء علي كان الكلام وقتها على إن فيه جسس لمرضى توفه داخل المستشفى في ظل هذا الحصار العسكري من قوات الاحتلال وأصبح الأحياء بجانب الأموات في طرقات المستشفى ويمكن البعض كمان تحدث عن إن كان فيه جسس تم تحللها وده يعني نذير لانتشار أو بيئة تخيلوا حضراتكم الكرسى وصلة لحد فيه أحياء وأموات في مكان واحد المفروض إن هو مستشفى لعلاج المصابين وعلاج أصحاب الأمراض المزملة مش عايز أتكلم عن الأطفال الخدج أو الأطفال المبتسرين اللي كانوا في الحضانات وبنتابع محضراتكم دلوقتي مشاهد من داخل المستشفى الوضع مأساوي جدا يمكن الواحد بيحاول يبعد نفسه عن مشاهدة مثل هذه المشاهد لكن بنتطر ظلمة ظلام دامس داخل المستشفى هي الأكبر في غزة بيتم استهدافها بالرصاص الحي واستم استهداف كل من هو داخل هذه المستشفى بالدعاءات هنسمع بعدين إن هو لأ إحنا كاننا متخيلين إن فيها وأصبح ما لقيناش فيها كلام أعتقد بيعيد إلى الأزهان الكثير من المقاسي اللي بيتعرض لها من هم في وضع زي اللي بيعيشوا أهلنا في غزة وأعتقد إن ما فيش وضع أصعب أصعب من اللي احنا بنشوفه حاليا الموضوع يتطور بعد كده إن الأطفال تموت اللي في الحضانات المرضى اللي في العناية المركزة تموت لانقطاع الكهرباء والوقود والأكسجين نشوف إن الأطفال اللي باقي على قيد الحياة بيتم لفه ببطنيات ألمونيوم جنب مية مغلية لتهيئة جو مقابل أو مقارب لجو الحضانات حاجات لو شفناها في أفلام رعب وأفلام خيال يمكن ما نصدقهش لكن تصبح حقيقة وواقع بنعيش في ظل صمت المجتمع الدولي وتحدي صارخ لقانون المجتمع الدولي فإحنا بنتكلم عن جرائم حرب مكتملة الأركان يتم بعد كده إخلاء المستشفى مئات المصابين واللاجئين هيروحوا فين؟ سبق وكنا بنشوف إن اللاجئين أو النازحين بيتم استهدافهم لكن يوصل أمر إنك تخلي مستشفى بحجم مستشفى الشفاء الطبي في غزة واللي تاريخها بيعود لسنة 1946 الموضوع ده يجب التوقف عنده كثيرة لأن إحنا جميع يعني كنا بنتكلم عن إن اللي بيحصل في مستشفيات غزة كلها أمر يجب التوقف عنده لا هنتكلم على الحصار المفروض على قطاع غزة كله لا هنتكلم عن انقطاع أو قطع الإمدادات والأدوية والمواد الغزائية والمياه والكهرباء والوقود عن القطاع هنعتبر إن ده بيتم في سياق حرب غير عادي لأصل لكن لما يكون المنفذ الوحيد والمنقذ الوحيد والمصعف الوحيد وآخر أمل لأي مصاب موجود على أرض غزة وآخر أمل لكل مريض ولكل طفل مولود الأطفال بتقتل وتقصف في شوارع غزة وفي المنازل وفي مراكز الإيواء والمدارس لسه شايفين النهاردة كارسة لا تقل صعوبة وتوحش عن اللي شفنا يوم 17 أكتوبر في مستشفى المعمداني 500 قتيل يومها 500 شهيد عفوا النهاردة بنتكلم عن حوالي 200 شهيد في مدرسة الفخورة بنتكلم عن كوارث بتحصل كل يوم وكل ساعة الأوضاع بتسوق الأوضاع مش عارفين هي رايحة لحد فين قوات الاحتلال ايه هدفها بالزبط ايه خطتها هل هي مش عارفة ترجع تاني عن تقدمها لاستهدافها للمستشفيات هل هي بتتحدى العالم كله وبتقول ان هي فوق القانون الدولي والقانون الإنساني ده اللي محتاجين نعرفه من خلال محللين السياسيين خبراءنا العسكريين الدبلوماسيين الناس اللي شايف المشهد من فوق لو تخينا ان غزة بكل الصراع الحالي اللي فيها وصراع غير فاصل غير عادل عفوا ومعركة غير شريفة بتتم على أهلين في غزة وفي المقابل بنلاقي مصر على الطرف الآخر بتبزل كل ما في وسعها سواء سياسيا انسانيا دبلوماسيا لوقف هذه الحرب غير العادلة لإصال المساعدات لأهلين في غزة